واتوجى فريق الاسكان بلقب النسخة الاولى من دور اكستيب لسباعيات الركبي العراقي اثر فوزي على فريق الحدود في المباراة النهائية تعب السنين الماضية لم يذهب سدى لمسؤولي اتحاد الركبي الذين دخلوا في دوامات ومتاهات صعبة تضافر جهودهم وشد نطاق الهمة وضعهما على الطريق السليم ليسير بكل ثقة بخطواتهم الاولى والتي ترجمت على الواقع باقامة دور اكستيب لسباعيات الركبي بمشاركة اربعة فرق هي الاسكان والحدود والجماهير وبلدي اداء رائع ودقة بالتنظيم مهنية عالية اتطلع انه تكتسب هذه اللعبة الجماهرية اكبر وانا اتوقع يعني كل الخير بالمستقبل القريب سنشهد يعني انه راح تحظى بشعبية كبيرة خطوة الالف ميل تبدأ بخطوة ان شاء الله بعد صبر ثلاث سنوات للتهيئة والاعداد قاعدة جماهيرية اولا واعداد قاعدة شعبية اليوم قدرنا نحقق بداية النصر نقدر نسمي عليه انه بقامة اول دوري في العراق مشاركة اربع فرق اثنين من خارج بغداد واثنين من داخل بغداد لدينا خطة ان شاء الله لنشر هذه اللعبة بجميع محافظات العراق والحمد لله شاركة الان لدينا فريق جماهير من كربلا وكذلك فريق البلدي من بابل من خلال هذا الدوري سيتم اختيار التشكيلة النهائية للمتخب العراقي من اجل مشاركة في المحافظة الدولية المقبلة ان شاء الله انطلقت المنافسة لتتبار الفرق فيما بينها الاسكان التقى مع بلدي الطرف الاول كان هو المتميز والمسيطر في الشوطين ليخرج منتصرا باحدى واربعين نقطة مقابل خمسة لبلدي وفي لقاء ثان كان طرفاه الحدود والجماهير الطرف الاول تميز بسرعة لعبه ليتمكن من مسك الفوز بنتيجة خمسة عشر نقطة مقابل خمسة ليتأهل كل من الاسكان والحدود الى المباراة الختامية لاعبوا الاسكان فرضوا طوقا محصنا على منافسه الذي لم يستطع كسره خلال المواجهة الاسكانيون تمكنوا من تسجيل 22 نقطة مقابل عشرة نقاط للحدود وبهذه النتيجة استطاع الاسكان من نيل الكأس الثمين بعد ثلاث سنين كنا نعاني من دعم ماد ودعم كوشه ودعم ملعب كوشه كان معكو والحمد لله وشكر تأهلنا المركز الاول ما تتصور شنو من فرحة داخلنا وداخل اللاعبين لان ثمرتنا اللي تعبنا ما احد تعب ولا احد راح يتعبه اللي سوناه ما احد سوى ان شاء الله الدور مستمر ادوات بسيطة عمل بها كل اطراف الاتحاد لكن الناتج كان ايجابيا مما تبشر اللعبة بغد مشرق نحو الانجازات خطوة اولى مميزة لهذا الدور تحسب لعائلة الركبي التي قدمت الشيء الكثير لهذه اللعبة من اجل ان تكون لها صدا واسع بين الالعاب الاخرى على ساحة رياضتنا العراقية بانجازات كبيرة زيد غالب العراقية الرياضية بغداد